ماذا تلقيك على هذه النقطة محمد الغلوسين أنت محامي ونت أيضا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام جرائم الأموال ليس جديدة اليوم الفساد سواء السياسيين ولا كبار المسؤولين ليس وليد اليوم وأنتم عندكم بزاف للملفات المعبوضة اليوم أمام المحاكم اللي الجمعية لكم أيضا كنتنتصب فيها الطرف اليوم مرائي العام بغي فهم شنو واقع علش ملف إسكوبار بهذا الشكل واليوم مشيش حال هادي أن هذه القضايا اللي متروحة اليوم كميل في إسكوبار وغيره من الملفات الأخرى اللي ربما بقى جاية في الطريق إحنا لا يمكن أن نبخيس هذا المجهود هذا المجهود اللي يقدر على مستوى القضائي وعلى مستوى المتابعات وعلى مستوى المحاكمات وإلا سنصبه في خانات المراكز والمواقع الأخرى المناهدة اللي أي تحول في هذه البلاد إحنا لا يمكن إلا أن نتمين كيتم قولوا بالدرجة في مطحشي واحد مزياد إذن أينما في مطحشي واحد فاسد فاسد بينصير أينما في مطحشي واحد فاسد مزياد إذن من نسبة لي نحن هذا الجليب لا يمكن أن نبخيس واحد العمل تدر على مستوى القضائي وعلى مستوى الأمن الشرطة القضائية المتابعات القضائية بيقد ننظر على الملاحظات وبعد تحفظ وليس كي الله كنكتشفون الفاسد وليس كونت لا أنا أقول لي دابا اليوم المغرب داخل في علاقة في استراتيجية في علاقة استراتيجية مع إسبانيا مقبلة على تنظيم كأس العالم وكأس إفريقيا تترأس اليوم اللجنة دي لحقوق الإنسان تحولات اللي وقع اليوم اليوم في العالم بعد أزمة كورونا كل واحد تغوط رسي رسي بمعنى لابد أن تبني دولة قوية لأن النهار وقعت كورونا كل واحد يقل بيصنع اللقاح كل واحد منطوع لاداته بما في أوروبا إيطاليا إيطاليا في إيطال الاتحاد الأوروبي رشدت العدد الوفاية اللي كانت في أزمة كورونا بمعنى أن مفهوم الدولة القوية يعود إلى القامل السياسي نعم بالقامل السياسي الدولة القوية لا يمكن أن تكون قوية إلا بمؤسساتها إلا بأحزابها إلا بنقابتها وبجمعيتها وبإعلامها إلى آخر إذن اليوم خصنا علينا أن نكون صرحاء هذه الشبكة التي انتمي بعض أعضائها إلى حزب سياسي هذا الحزب خلقة الدولة هناك أحزاب أخرى خلقة الدولة لاصطناع تعددية سياسية مفترة عليها في مقابل ذلك أحزاب وطنية والديمقراطية تعرضت لضربات والانتكاسات والتضييق وغير ذلك إذا الذي شجع هذه الأحزاب لكي تتقدم المشهد السياسي هو أن هناك جهة في الدولة شجعت هذه الأحزاب وضمنهم حزب الأصالة والمعاصرة لا أحد يخفى كيف ولادت هذا الحزب ونشأته ستلازمه إلى الأبد وأحزاب أخرى خلقت لهذا السبب ستلازمها إلى الأبد إذا المطروح اليوم هو أن قوة الدولة وقوة مؤسس الدولة ومواجهة تحديات الخارجية والداخلية تقتضي أحزاب سياسية قوية مستقلة بمعنى أن الدولة يجب أن ترفع يدها على المشهد السياسي وأن تترك التنافس انتخابي والسياسي بين المشاريع بين المشاريع لأنه لا يعقل حزب سياسي نشأ فيه ضرفية وجيزة واكتسح المجالس المحلية والبرلمان وإلى آخره لا يعقل أن مثلا أنا أعطيك مثلا لا يعقل مثلا أن وزراء اليوم لا يعرفهم أحد واش وزير التربية الوطنية اليوم يملك الجرأة والخطاب ليقنع نساء ورجل التعليم ليست له هذه الكاريزمة ليست له هذه الجرأة أيضا وزير العدل أيضا وزير التعليم العالي ليست له هذه الجرأة لماذا؟ لأن هؤلاء الناس لأن هؤلاء الناس ليسوا جزءا من مشروع مجتمعي ليسوا جزءا من مشروع مجتمعي لم تأتي بهم الحياة السياسية بشكل طبيعي بل وجدوا أنفسهم في مناصب المسؤولية وفي مواقع القرار لا ماضية لهم ولا حضر ولا مستقبل ولا يستطيع حتى خطاب مخاطبة المجتمع إذن اليوم هناك أزمة تقة كبيرة في المجتمع أزمة تقة كبيرة في الفاعل السياسي في الفاعل النقابي في الفاعل الحقوقي في الدولة هذه أزمة تقة لا يمكن أن تعود ولا يمكن أن ترجع هذه التقة إلا بإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة لمكافحة الفساد للتصدينها بالملعم المغاربة ليسوا في حاجة إلى حملة الحاجة إلى تصور ورؤية تندرجو ماذا؟ تمزجوه بين محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة حقوق القرن المغاربة اليوم ليسوا في حاجة إلى الدعم الاجتماعي خمسمية درهام ألف درهام سبعمية درهام هنا وهناك لا المغاربة السؤال السؤال الذي طرحه في وقت ما أين الطروة المغاربة يحتاجون التوزيع العادي للطروة ما يحتاجون التوزيع العادي للطروة لأننا عندنا طراوات وعندنا إمكانية هناك أشخاص هناك أشخاص نتيجة السياة للإفلال للعقاب وغياب ربط المسؤولين وحسبة وضعف حكم القانون وضعف المؤسسات إلى آخرين اغتنوا بشكل غير مشتروع اغتنوا بشكل غير مشتروع هذا الاغتناء غير مشتروع الذين كولوا أموال إلى حد أن هذه الشبكة التي تفككت مؤخرة التي تم تفكيها مؤخرة كيف تداولت بالعملة الصعبة أنها تعاملت بالعملة الصعبة كيف أن السيارات غير ملائمة غير مطابقة للمعايير المغربية كيف دخلت إلى المغرب كيف لهذه الشبكات تتواصل مع أشخاص معتقل في موريتانيا تتواصل مع برلماني سابق في الجزائر تتواصل مع أشخاص في ليبيا في البرازيل إذن هذه خطورة هذه الشبكات وخطورة الفساد وتكلفة الفساد التعريف أن الفساد اليوم يستنزف 5% من نتيجة الداخل الخام و50 مليار درهم كتمشي في الصفقات العمومية إذن إذا أردنا أن نتجه نحو المستقبل لابد من تعزيز التقاف المؤسسات لابد من الدولة أن ترفع عيدة على المشاهد الحزبي والسياسي لابد من مشاهدين الحزبي والسياسي حقيقي في تنافس حقيقي لابد أيضا من إقرار قواعد رفت المسؤولية بالمحاسمة ما يمكنش اليوم يجي الشخص اليوم ويتحمل المسؤولية ويدير الطروة ويقول لك لا ما عندناش عليه حجة ما عندناش عليه حجة لماذا؟ لأنه تم إقباط تجريب الإطراع على المشروع هناك مواقع ومراكز في المجتمع ميكان كل الفساد را ما كيش يغير في الدولة ركيتها في المجتمع ركينا الناس وتقافى في المجتمع تدفعون نحو الفساد وجهات في الدولة تدفعون نحو الفساد بمعنى أن هذه الإرادات في الدولة وفي المجتمع وهذه المواقع والمراكز المستفيدة من وقع الفساد والريع هي التي مثلا تقبيل تجريب هي التي أكبرت تسترشي جوة لمكافحة الفساد هي التي لا تريد تخليق الحياة العامة هي التي اليوم تمتعد واشفرس كل يوم أن هذه الناس اللي كيتتحكموا كي ينخذ حزبية وغير حزبية في السلطة واخرية السلطة يمتعدون من هذه المتابعات يعتبرونها غير مناسبة ولأنه تشويش على المغرب وتشويش على المجهود النموي وتشويش على أنه بغير نظيم كأس العالم واضح